مدينة أوديسا التي كانت أنيقة والآن شوهتها الحرب بمثل هذه المتاريس سواء كياس الرمل والمتاريس الحديدية والمطاطية ومختلف التحصينات التي باتت تعم مختلف شوارع المدينة هذا هو حالها وهذه واحدة من مراكز جمع التبرعات المنتشرة في المدينة تبرعات تصل ليس فقط من أوكرانيا من مختلف البلدان الأوروبية المجاورة لمساعدة الجيش الأوكراني وكذلك المتطوعين على جبهات القتال خاصة وأن ميكولاييف المجاورة المدينة المجاورة أو المقاطعة المجاورة لأوديسا تشهد أشرس وأشد المعارك على المحور الجنوبي ولابد أن الجيش والمتطوعين هناك يحتاجون إلى مثل هذه المساعدات التي تصل إلى هنا تصفف وتصنف ثم ترسل إلى من يحتاجها على جبهات القتال هذه المشاهد هنا في هذا السوق كان سوقا في السابق الآن تحول إلى مركز لجمع التبرعات هناك مختلف أنواع التبرعات صيدلية طبية وغذائية وغيرها تصل العلب إلى هنا وبعد ذلك يتم تجميعها وتصفيفها وتصنيفها بحسب الحاجة أو بحسب الجهة التي تحتاجها هذا السوق كان في الوقت سوقا وأيضا يستخدم للعرض لعروض مختلفة كما تشاهدون هنا التنين الصيني من السنة الماضية هذا التنين كان للاحتفال بالسنة الصينية وأبقي عليه ولو أن موقف الصين من العمليات الحربية الجارية في أوكرانيا كما يقول الأوكرانيون ليس مشرفا بل وبحسبهم مصطفا مع الجانب الروسي من مدينة أوديسا صبر أيوب العربي جنوب أوكرانيا